السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم يا أحبائي بمدارس عنيزة الأهلية المصار المصري مبدأ التربية الدينية الخصوصاني الإبتدائي أعداد أستاذ إسراء المحور الأول من أكون درسنا اليوم يا أحبائي بعنوان الطهارة هيا بنا يا أحبائي نتعرف على درسنا اليوم هيا نقرأ حتى ناء الرسول صلى الله عليه وسلم على الطهارة فقال الطهور شطر الإيمان الطهارة يا أحبائي معناها أني لازم نكون سوبنا طاهر نظيف المكان اللي بنصلي فيه طاهر ونظيف يبقى يا أحبائي الطهارة اللي هي النظافة شيء أساسي من شروط الإيمان والصلاة التي هي من أركان الإسلام الخمسة طبعا يا أحبائي الصلاة من أركان الإسلام الخمسة أركان الإسلام الخمسة اللي درسناها قبل كده الشهادتان والصلاة يبقى الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام الخمسة لا تصحه إلا بالوضوء والطهارة يعني إيه يا أحبائي يعني ما ينفعش أصلي إلا لما يكون جسمي نظيف طاهر سوبي طاهر ونظيف المكان اللي بنصلي فيه يبقى طاهر ونظيف ولازم نتوضى وضوء كامل علشان خاطر يا أحبائي صلاتك تقبل عند الله سبحانه وتعالى فالطهارة يا أحبائي هي النظافة ومعناها تنظيف الجسم بالماء الطهور بحيث يصبح الجسم خاليا من كل ما يمنع الصلاة ايه هو الماء الطهور دا يا أحبائي انك تدخلي تستحمي تحت الماء الصنبور اللي هي الحنفية وبتطهاري من أي شيء سواء عرق يلمس جسمك فطبعا هيصبح جسمك خالي من كل شيء يمنع الصلاة يبقى الطهارة يا أحبائي نظافة الجسم بالماء حتى يصبح جسمك خالي من أي شيء يمنع الصلاة كما وصانا رسول صلى الله عليه وسلم يا حبيباتي الطهور وشطر الإيمان تعالوا يا حبيباتي نتعرف على نواقد الوضوء يعني ايه نواقد الوضوء؟ يعني الحاجات اللي انت لو عملتيها هتنقض وضوئك يعني خلاص وضوئك ما بقاش ينفع لازم نعيده مرة ثانية أول حاجة يا أحبائي تنقض وضوئي البول والبرازو وخروج الريح بمعنى ما ينفعش أكون متوضي وأقوم أعمل حمام لو انت عملت كده هتضطر انك تعيد الوضوء مرة أخرى لأن وضوئك الأولان اتنقض ما بقاش غير صحيح فطبعا لو خرجتي ريح فبرضو هتتوضي مرة ثانية الحاجة الثانية يا أحبائي اللي بتنقض وضوئي النوم العميق لو احنا نومنا نوم عميق ما حستيش باللي حواليك فالنوم ده بينقض وضوئك فبرضو هنتوضى مرة ثانية هيا نستكمل الماء الطهور ما هو الماء الطهور؟ هو الماء الذي لم يصدق استعماله من قبل ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يعني ايه معنى الكلام يا أحبائي؟ يعني الماء ما يبقاش ليها ريحة تشمها بأنفك ولا ليها قعم متغير لو شربتها ولا لونها متغير يبقى يا أحبائي مية صافية أين نجد الماء الطهور؟ نجد الماء الطهور يا أحبائي في خمسة أشياء أول حاجة ماء البحر يبقى ماء البحر ماء البحر طهور تاني حاجة ماء المطر اللي بينزل من السماء طهور ماء البئر ماء طهور ماء العين ماء طهور مثل البئر تماما ولكن البئر يا أحبائي اللي بيحفروا مية بيحفروا الإنسان إنما ماء العين من صنع الله سبحانه وتعالى آخر شيء يا أحبائي نجد فيه الماء الطهور هو ماء النهر ماء النهر ماء طهور يعني لو أنت قدامك يا أحبائي ماء البحر تتوضي منها لو أنت سقط عليك أمطار ممكن تتوضي منها لو أنت يا أحبائي عند بئر ممكن تتوضي منها لو أنت يا أحبائي أمام ماء عين تتوضي منها عادي وآخر شيء يا أحبائي ماء النهر ممكن نتوضي منه عيني عن طريق الصنبور اللي هي الحنفية نبقى الخمس أشياء دول يا أحبائي ماء طهور ليه؟ لأنه محدش استعملهم قبل وكمان ولا رحتهم ولا طعمهم ولا ننهم اتغير هيا نستكمل درسنا هيا نستمع نشيد النظافة لابد يا أحبائي نحن ننظف أنفسنا فالنشيب يعرفنا ننظف أنفسنا زي هيا نستمع جسم نظيف بيت نظيف ثوب نظيف يا أصحابي أهتم بتنظيف ثيابي وأنظف أيضا ألعابي أسناني أنظفها دوما بالفرشاس والمعجون ويدي أخسلها دوما بماء جار وصبون ووضوءي خمس لصلاتي أحفظها سائر أيامي فنظافتي دوما عنواني هي من تعليم الإسلامي إن فيه دا يا أحبائي بيعلمنا زي ننظف أنفسنا طبعا بيقولني جسم نظيف طبعا يا أحبائي يعني لازم أنه جسمنا يبقى مضيف دايما أخسل جسمي بشور بماء بصبون وبيتي نظيف يعني لازم أرتب بيتي أخليه دايما مرتب بالصمرار سوبي نظيف يا أصحابي يعني دايما يا أحبائي ملابسي نظيفة أهتم بتنظيف ثيابي يعني يا أحبائي اللبس اللي أنا بلبسه وما فيهوش ثراب مش عليه بقع لبسي دايما يكون مضيف وأنظف أيضا ألعابي يعني دايما يا أحبائي الألعاب اللي أنا بلعب بيها عرصي بقى مكعبات لازم أن أنا أنظفها أسناني أنظفها دوما يعني لازم أخسل أسناني بالصباح والمساء يعني قبل النوم وطبعا قبل النوم وفي الصباح وطبعا بخسل أسناني بالفرشة والمعجوني ويدي أخسلها دوما يعني دايما يا أحبائي إيدي دايما أخسلها قبل الأكل وبعد الأكل وتكون دايما نظيفة ووضوءي خمس لصلاة أحفظها سائر أيامي يعني يا أحبائي المفروض الوضوء بتاعي نظيف طاهر لسه طبعا متكلمين عن الموضوع ده وشكل ملابثي نظيفة فنظافتي دوما عنواني هي من تعاليم الإسلام دايما النظافة يا أحبائي بتكون عنوان الشخص يعني لو أنت دايما نظيفة ملابسك نظيفة شكلك مرتب دايما الناس بتقول أنك شخصية نظيفة ومرتبة والعكس صحيح لو شكلك مبهدل وملابسك غير نظيفة فالناس هتاخد عنك فكرة سيئة فالنظافة يا أحبائي دوما عنوانك وأيضا يا أحبائي الإسلام بيحسنا على النظافة وطبعا النظافة من الإيمان وكده يا حبيب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وفي انتظار حل أنشطة الدرس وإرسالها على الجروب الخاص بكم وفي رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته